العالم الحديث والمتطور عنوانه الاعتماد على الذات لهذا السبب ارتقينا بعملنا وأوجدنا الفارقة الذي يضمر لدولتنا حقيقة النهوض بواقعنا رغم التحديات هذه الحقيقة جسدها صندوق الاستثمار الفلسطيني باعتباره رافعة رئيسية للاستقلال الاقتصادي منذ حوالي عقد من الزمن نجح خلالها بإدارة أصوله وتنميتها وتحقيق عوائد مجزية مما مكنه من دفع أكثر من 928 مليون دولار إلى خزينة الدولة على شكل أرباح وضرائب ورسوم في حين تم تعزز أصول الصندوق لتصل إلى حوالي 800 مليون دولار في نهاية عام 2015 وقد التزم الصندوق بأن تكون معظم استثماراته ونشاطاته الاستثمارية داخل فلسطين حيث تجاوزت استثماراته داخل فلسطين 85% من مجمل محفظته الاستثمارية كما شكل انضمام الصندوق كعضو كامل في المنتدى الدولي لصندوق الثروة السيادية الذي أشرف على تأسيسه صندوق النقد الدولي شهادة فعلية على أعلى معايير وأسس النزهة والشفافية ومفاهيم الحكم الرشيد التي تحكم عمله وعلى هذا الأساس أنشأ صندوق الاستثمار ست شركات استثمارية متخصصة في قطاعات البنية التحتية الصناعات الإنشائية القطاع العقاري المشروعات الصغيرة والمتوسطة وأسهم الشركات المدرجة في بورصة فلسطين وأسهم الشركات المدرجة في الأسواق العالمية وبهدف تحقيق أمن الطاقة لفلسطين تقود شركة مصادر لتطوير الموارد الطبيعية ومشاريع البنية التحتية برنامجاً كبيراً يهدف إلى تنفيذ مشاريع لتطوير البنية التحتية لدولتنا واقتصادنا فإلى جانب مشاريع تطوير مصادر الطاقة التقليدية الوطنية كالغاز والبترول يسير العمل على قدم وساق من خلال شركة فلسطين لتوليد الطاقة للبدء بإنشاء محطة توليد للكهرباء في جنين شمال الضفة الغربية لتوليد 450 ميجا واط وهو ما سيغطي حوالي 40% من الاحتياجات الحالية لفلسطين وبالتوازي في قطاع الطاقة المتجددة بدأت شركة مصادر بتطبيق نور فلسطين وهو برنامج استثماري متنوع لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية بصمة صندوق الاستثمار في مجال الإبداع العمراني والعقاري ماثلة للعيان بامتياز في شركة عمار العقارية واليوم وبكل فخر نقدم من خلال عمار ضاحية الريحان نموذجية على مساحة 250 دنم وقد تعدت نجاحات الضاحية حقيقة بناء مئات الوحدات السكنية في ظل بنية تحتية وتخطيطية حديثة إلى رسم معالم التمدد والتطور الحضري للمدينتين التوأم رام الله والبيرة بالإضافة إلى جذب الاستثمارات داخل الضاحية مثل المستشفى الاستشاري العربي الذي يساهم فيه الصندوق ومدرسة الريحان الأمريكية وعدد من المشاريع التطويرية في المنطقة المحيطة فيما تتربع ضاحية الجنان التي تتمتع ببنية تحتية كاملة على مساحة 77 دنما في محافظة جنين وفي أريحة والأغوار وعلى مساحة بلغت 550 دنما تصبح مدينة القمر حقيقة يوما بعد يوم بالإضافة إلى تطوير منطقة أريحة الزراعية الصناعية والتي تضم كافة عناصر البنية التحتية اللازمة لتلبية الاحتياجات الزراعية والتجارية والصناعية كما بدأت ملامح مركز الإرسال للأعمال شاميخة من خلال برج عمار وبرج شركة اتحاد المقاولين السي سي سي وذلك من عصل أحد عشر برجا سيتم إنشاؤها في هذا المركز الذي سيشكل قلبا مدنيا جديدا لمحافظة رامالا والبيرة شركة سند للموارد الإنشائية تشكل رافدا أساسيا للسوق المحلية بالمواد الإنشائية وخاصة مادة الإسمنت بما يشمل خدمات التوريد والنقل والتوزيع وأطلقت الشركة برنامج تطوير قطاع الصناعات الإنشائية بنيا لتطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في هذا القطاع وسيتم الانتهاء قريبا من إنشاء محطة التعبئة والتغليف لمادة الإسمنت المستورد في أريحة فيما تعمل الشركة على إحلال الإسمنت المستورد من خلال إطلاق الأعمال لإنشاء أول مطحنة للإسمنت كمرحلة أولى على طريق إنشاء أول مصنع إسمنت متكامل في فلسطين فيما تستكمل سند التحضيرات لإدراج جزء من أسهمها للاكتتاب العام في بورصة فلسطين وقام صندوق شراكات المنصة التابعة للصندوق في قطاع الأعمال الصغيرة والمتوسطة بالاستثمار في عدة شركات ومحافظة استثمارية حتى نهاية 2015 بهدف النهوض بهذا القطاع الحيوي تشمل الصناعة، الزراعة، والصناعات الغذائية، وتكنولوجيا المعلومات بالإضافة إلى الاستثمار في مؤسسات الإقراض الصغير والمتناهي الصغر بما في ذلك في مدينة القدس وتضم المحفظة الاستثمارية لشركة أسواق لإدارة المحافظة الاستثمارية مجموعة الاستثمارات الفلسطينية الاستراتيجية للصندوق التي تغطي قطاعات الاتصالات، الصحة، السياحة، البنوك، الصناعة ومن الشركات المدرجة في بوسط فلسطين مثل شركات الوطنية موبايل وشركة الاتصالات الفلسطينية والبنك الإسلامي الفلسطيني البنك الإسلامي العربي وشركة فلسطين للاستثمار الصناعي وشركة المجمع الطبي التخصصي العربي وغيرها من الشركات هذا بالإضافة إلى شركة يابوس للاستثمارات السياحية والتي تشمل محفظة استثمارية كبيرة في قطاع الفندقة والسياحة مثل سلسلة فنادق جراند بارك وفندق الموفمبك وقصر جاسر وفندق إيبيز في القنص أما شركة خزانة لإدارة المحافظ الاستثمارية والتي تدير محفظة الصندوق الاستثمارية في أسهم الشركات المدرجة في أسواق رأس المال العالمية فتهدف إلى حماية وتنمية أصول الصندوق الخاضعة لإدارتها بالإضافة إلى تأمين مصدر دخل مستدام والحفاظ على درجة سيولة مقبولة والمساهمة في إدارة المخاطر الاستثمارية الكلية للصندوق وتشكل مدينة القدس أحد أهم الأولويات للصندوق وأبرز معالمه الاستراتيجية للعوام الثلاث القادمة حيث يعمل الصندوق على تطوير استثماراته الحالية في المدينة وتنميتها وصولاً إلى إطلاق محفظة استثمارية كبيرة تشمل عدداً من المشاريع الكبرى في القطاعات الواعدة في المدينة وعلى رأسها السياحة والإسكان والطاقة ومنها مشروع برج صلاح الدين والاستثمار في شركة كهرباء القدس وللمسؤولية المجتمعية عنوان يتميز بالاستثمار المجتمعي في الإنسان الفلسطيني وتقود هذه الجهود مؤسسة فلسطين للتنمية والتي تدير اليوم برنامجاً متكاملاً للمسؤولية الاجتماعية والمبادرات كبرنامج التمكين الاقتصادي للاجئين الفلسطينيين في لبنان والذي قدم حتى الآن أكثر من ألفي قرض ميسر وبرنامج منح القدس للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الذي غطى أكثر من عشرين منشآتاً عاملة في المدينة المقدسة وبرنامج الشباب الجامعي مشروعي يبدأ بفكرة كما يجري التحضير الآن لإطلاق برنامج إبدأ الذي يهدف إلى إيصال الشباب إلى مصادر لتمويل مشاريعهم الخاصة بما يشمل التدريب والتأهيل صندوق الاستثمار الفلسطيني لا نستثمر فقط بل نشارك في بناء وطن قوي ومعتمد على الذات من خلال إنشاء مجموعة من الصروح الاستراتيجية في الاقتصاد الوطني لذا نستطيع القول إن صندوق الاستثمار الفلسطيني أصبح وبفخر ركيزة أساسية لتجسيد دولة فلسطين المستقلة على أرض الواقع ووصولاً لغد الحرية صندوق الاستثمار الفلسطيني نستثمر لمستقبل أبنائنا